وكما أسلفته الذكرى في العنوين الجازوال يتفوق على البنزين لأول مرة سعر اللتر الواحد من الجازوال يتجاوز بقليل ثمن البنزين في اللوحات الإشهارية للأثمنة بمحطات البنزين ببلادنا في سوق المحروقات الحقيقة الوحيدة التي تتأكد ارتفاع يتوالى بوتيرة زمنية سريعة في ارتباط تام بما يجري في أسواق الذهب الأسود على الصعيد الدولي لم يكن ليخطر على بال أحد ما توثق له هذه الصورة أن يتجاوز سعر الجازوال سعر البنزين هو مستجد لا سابق له في تاريخ بيع الوقود في المغرب أكثر من 14 درهم و30 سنتيماً قفزة قياسية سجلها سعر الجازوال المادة الأكثر استعمالاً سواء في صفوف المهنيين أو باقي مستخدمي الطريق وإن لم يعد منطق الارتفاع في حد ذاته المفاجئ فإن وطيرة وحدة هذا الارتفاع أضحت موضع التساؤلات آخر زيادة لم يمضي عليها سوى ثلاثة أيام حين قفز السعر بدرهم كامل وأكثر الأحد الماضي هي مدة وجيزة بل هي الأقصر التي استغرقتها عملية مراجعة الأسعار المدة التي كانت تصل في غالب الأحيان إلى 15 يوماً والحساب بسيط درهمان في ثلاثة أيام فقط ونحو 60% زيادة منذ دخول الأسعار نفق الزيادات الذي لا يعرف بعد متى يظهر ضوء نهايته أسباب هذه الزيادات القياسية غير المسبوقة باتت معروفة ظرفية عالمية اختلطت فيها الحرب في أوكرانيا بمرحلة ما بعد الجائحة ليخلق ذلك ما يعرف بصدمة العرض التي تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع للتدخم وانخفاض للنمو وإن عرفت الأسباب وفهمت تساؤلات تطرح بخصوص الحلول للتخفيف من وطأة هذه الظرفية العالمية وهي الأشد على المواطن وقدرته الشرائية منذ قرار تحرير الأسعار عام 2015 وإن سنت قرارات تدعم مهنيا نقل فإن باقي الفئات من مستخدمية طريق تبقى متضررة حل التأمين قد يظهر ممكنا إن تم تسقيفه زمنيا الحل الضريبي أيضا وتساؤلات تطرح بخصوص حل تسقيف هوامش الربح بما أن مصدر الإشكالية هو ارتفاع الأسعار في السوق الدولية أما زيادة المخزون الاستراتيجي فهو ضرورة تستوجب العمل لإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن اشتركوا في القناة